اشتركوا في القناة وكل المحاولات التي تصب في مصلحة التقارب مع الخليفيين ما هي الا شهادة زور اثبتتها هذه الصفقة ففي نفس الوقت الذي يجري فيه الحديث عن حوار او عن تقارب او عن تفاهم الخليفيون قد جنحوا للغدر وقد جنحوا للدخائر وقد جنحوا للتآمر ولهذا فان شعب البحرين لن يقبل باي تسوية ولن يرضخ امام الغازات الموت التي تصدرها وتستوردها البحرين من دول حليفة او عن طريق دول حليفة يعني الكوريا الجنوبية ربما لا تكون دولة حليفة ولكن التواصل مع كوريا الجنوبية جاء عن طريق دولة حليفة فالدول التي تتغنى بالديمقراطية هي التي تدعم الانظمة الدكتاتورية والتي تتحدث عن حقوق الانسان للأسف هي اكثر دول تساهم في انتهاكات حقوق الانسان هذا شعب البحرين يباد بهذه الغازات وهذه الصورة وهذا المشهد امام العالم وامام المنظمات وامام الدول وامام الهيئات وامام النخب وامام العالم كله كيف يستورد هذا النظام الدكتاتوري الذي يدعي انه على طريق الصلاح وعلى طريق التطور والنماء يشتري غازات الموت بدل ان يستورد العقول التي تنمي البحرين بدل ان يغير هذه السياسة القمعية بدل ان يوقف استيراد المرتزقة فهم يستوردون المرتزقة ويستوردون هذه الغازات في كل الاحوال هذه الفضيحة وهذا الخبر وهذه المعلومة انتشرت وصارت في حوزة الجميع وهي تستنهض وتستثير كل حر شريف في هذا العالم وليس في البحرين ان يقف موقفا حرا ابيا لينصر هذا الشعب الذي يباد بهذه الغازات من قبل هذه الطغمة الفاجرة ترجمة نانسي قنقر هل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة